بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سنتحدث عن design for shear نحن نتحدث عن كيف نصمم قطاع for flexure كيف نصممه بالfirst principles كيف نصممه بالكربات باستخدام C1G curves والR Omega curves ونصممه ظهى بعد كده نحن نعمل التطي 했던 simple beam أو بسكانت ليفر أو بأنواعها بقى 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 تصميم للبين الكاميرا ليس معرضة البيندين مومنت ليس معرضة معرفة يعني تعالى نرسب هنا كده على ويد بورد وعندي الكاميرا بالمنظر داوت وعندنا ان الكاميرا هنا طبعا فيه support هنا support هنا مثلا و support هنا الكاميرا ديت احنا عارفين ان فيها الكريكس بتاعتها اللي بتكون فيها نتيجة بتبقى كريكس في نص الكاميرا بتبقى كريكس بالمنظر دا كده كده رأسية mainly في منطقة المومنت منطقة المومنت الماكسيم المومنت بقى في نص الكاميرا او orb النص لكن orb support بيبقى عندي الكريكس تبقى ميلة تبقى على خمسة واربين درجة دي بنسميها sheer كريكس الشير كريكس زيت هي دي اللي هنتكلم عليها النهاردة واللي احنا عايزين نصمم الكاميرا انها تقاوم الكريكس زيت تعالنا تخيل كده ان الكاميرا اللي قدامنا ديت just imagine كده يعني ان هي blink concrete اي طعنها مش blink concrete يعني تخيلنا ان دي بس كده blink concrete وحصل فيها الكريكس زيت خليني نركز على الشير كريكس انا همسح دول خليني نقول الشير كريكس اللي هيحصل لو الشير كريكس زيت حصل لها تقاوم الكريكس زيت حصل لها وزادت عن او يعني بدأت تزيد عن كده هيحصل ايه؟ هتلاقي نشير الكريكس هيمتد 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 بالمنظر ده كده هيمتد بالمنظر ده كده وفجأة هتلاقي الجزء اللي في النص دوت يحصل له ايه؟ هيقع لتحت ده طبعا بريتل فلير بريتل بريتل صادم فلير يعني هتلاقي الكاميرا دي وقعت على تبغي المسح ده ده لو ايه؟ لو هي blink concrete طبعا هي مش blink concrete هو احنا عندنا في حديد تسليح المفروض يكون بيقاوم الكريكس زيت حديد تسليح اللي احنا هتكلم عليه النهاردة عشان يقاوم الكريكس زيت هو حديد تسليح بيقاوم الشرخ المائل ده ده يعني لازم يقطعه يعني التسليح السوفلي اللي هو احنا evaluating وتعاليد تسليح السوفلي ده ملوش ضاعب الكريك الرأسي ده مش يهمل مع حاجة ملوش أي يعني الكريك ده لوا يحصل لا أحن بيقاوم aquesta شيqueta الشيqueta أي شيography تبقىautreывают وشكل تجتم بالشكل ده كده كنات يا دكتور بالضبط كده عشانك عندما مجلنا نصمم الكاميرا في الفلكشر ونعملها دي تيلينج قلنا إيه يعني أنت بس إيه اسلح للفلكشر وحط كنات وتعالى عند قرب العمود ركز الكنات اللي هي المنطقة اللي فيها الشير كراك لكن طبعا في النص الكاميرا هنا لا أنا ممكن الكنات هنا تبقى بعيدة عن بعضها بالمصدر دا كده دي مش مشكلة لأن هنا الشير هنا قليل وما فيش كراك ما فيش شرخ شير لكن قرب العمود شروخ الشير ديت لازم أحط لها اللي يقاومها وبالتالي بنركز الكنات هنا عشان كده قلنا المنطقة اللي هي قرب العمود بنبتدي نحط إيه هنا بنحط الكنات اللي بتقاوم اللي ايه الدياجونال كراك ده باختصار اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة ان احنا عايزين نحط الشير رينفورسمت اللي تقدر تريزيست القصة ديت وتمنع ان يحصل شير فاليور تعالى ندخل بقى على شوية تفاصيل أكتر في الديزاين الأول احنا بنحدد الكريتيكال شير أو كريتيكال سيكشن للشير فين مكان الكريتيكال سيكشن للشير احنا نسا من شوية كنا رسمين ان ده جونال كراك بتاعنا عبارة عن ايه عبارة عن حاجة بالمنظر ده كده على 45 درجة أو كده على 45 درجة كده ده الشير كريك طيب فين الكريتيكال سيكشن للشير الكريتيكال سيكشن للشير ده حاجة ليه علاقة بالكود كل كود ليه كده كونسبت بيشتغل بيه الكود الأمريكي قال أنا عندي الشير يبتدي من هنا من عندي السيكشن ده قال لك أن كل الجزء اللي على الشمال ده شايفينه الجزء اللي على الشمال بتاع الكاميرا اللي هو شمال الخط اللي على 45 ده ده مسك في العمود مش يجراله حاجة الشير الكريتيكال عندي يبتدي بعد الحتة المكلبشة في العمود دي ما تخلص فالحتة دي على بعد الخط ده له على 45 درجة وأنا عندي دبس ده دي يبقى المسافة الوفقية دي فالكود الأمريكي قال الكريتيكال سيكشن على بعد دي من وش العمود يبتدي يقول لك يبتدي بقى إيه شوف لي الشير هنا أخبار وإيه الكود المصري ما قالش كده الكود المصري قال إيه قال لأ قال أنا هيخد حاجة أفريج حاجة أفريج إزاي قال لك أنا هيخد هنا خط في نص المسافة دي في نص الكريتيكال الميل ده الكريتيكال الميل ده ارتفاعه 45 يبقى المسافة الوفقية بتاعته 45 طيب هو رأسي الرأسي بتاعته 45 يبقى ليه المسافة دي كده 45 يبقى الأفق كده 45 سوري الرأس كده دي يبقى الأفق كده دي لأن الخط ده على 45 درج يبقى بالتالي المسافة دي دي يبقى الكريتيكال سيكشن على بعد دي على 2 من وش العمود فده دلوقتي إيه سبب إن الكود المصري قال الكريتيكال سيكشن على بعد دي من وش العمود دي على الاثنين سوري من وش العمود فانا كده هنمسح بقى ايه الكلام ده يبقى اول حاجة على بوعد دي على الاثنين من وش العمود ده سبب ليه عملوها كده او ليه قالوا ان هي على بوعد دي على الاثنين من وش العمود طيب ده بالنسبة لو كاميرا على عمودين او كاميرا راكزة على اعميدة طب لو كاميرا دي ممكن تقابلنا كيز دي كاميرا ممكن تبقى راكزة على عمود مسلا من ناحية ومن ناحية تانية مش ركزة على حاجة متعلقة بحاجة. ده اسمه شداد. شداد أو تنشن ميمبر. تنشن ميمبر دوت زي العمود بالزبط. بس بدل ما هو بيصبرت الكاميرا من تحت هي ركزة عليه. لا ده هو بيعلقها. بيشدها الفوق. في حالة الشداد دوت الكراك الداجون الدوت هيبقى داخل جوة الكونيكشن. داخل جوة الكونيكشن بين الشداد وبين الكاميرا. فعشان كده بيتاخد على وش التنشن ميمبر على طول. يعني هنا الناحية دي ما فيش مشكلة. على بعد دي على اتنين من وش العمود. لان ده عمود. لكن ده تنشن ميمبر أو تاي يبقى هنا على بعد أو على وش التنشن ميمبر بالزبط. ده عشان خطر الكراك اللي هو المايل ده هيحصل من هنا. كده يدخل جوه هنا. فده الكريتكال سكشن اللي عنده أعلى شير زي الكود المصري ما بيجب. فدي أول حاجة بتحديد مكان الكريتكال سكشن. الحاجة التانية. لو أنا عندي اللود على مسافة أكبر من لو حمل مركز. يعني حمل مركز. مش الليون فرم لود. تتكلم على الكونسنتريتد لود. أو لو عندي ريأكشن يعني كاميرا متحملة على الكاميرا اللي أنا بدرسها. فده هيبى ريأكشن بتاع الكاميرا. دايما الحمل الكونسنتريتد ده. ده بيجي من إيه؟ من كاميرا مركزة على كاميرا. سكشن دري بيم ومين بيم. فهنا ده هيبى على بعد لو الحمل الكونسنتريتد لود ده على بعد مسافة أكبر من دي على الاتنين الكود المصري قال الكريتكال سكشن زي ما هو على بعد دي على الاتنين. هنا طبعا اللود ده بالنسبة للوش العمود ده على مسافة أكبر من دي على الاتنين يبقى كريتكال سكشن على دي على الاتنين. وهنا برضو اللود ده على بعده من وش العمود المسافة ايه؟ أكبر من دي على اتنين يبقى الكريتكال سكشن على بعد دي على الاتنين. فبننزل الكاميرا لتحت. بالنسبة للسابورت البعيد العمود البعيد أكيد طبعا البي أكبر من دي على الاتنين يبقى على بوش على ايه؟ على بعد دي على الاتنين. الحالة بقى اللي هو الحمل المركز على بعد مسافة من وش العمود أقل من ديع الاثنين الكود المصري قال الكريتيكال سيكشن عند وش العمود يبقى كده بالنسبة لما يكون كاميرا وصبرت على أعمدة وعليها حمل مركز لو هو الحمل ده قريب قوي من العمود أو على مسافة من وش العمود أقل من ديع الاثنين الكريتيكال سيكشن يبقى عند وش العمود لأن ما ينفعش بكريتكال سكشن بره هنا يعني الشير التقيل طبعا هيبقى النحية دي فما ينفعش بكريتكال سكشن الديع الاثنين هنا أكبر من بي فما ينفعش الكريتكال سكشن يبقى بره يعني إزاي إذا كان الشير الماكسموم هنا يعني طبعا أكيد الفلير هيبقى النحية دي مش هيبقى فده سبب إنه هو على بعد هيبقى على وش العمود يبقى دلوقتي عندي حالتين الكريتكال سكشن على وش العمود. الحالة الأولية لما يكون tie كده. والحالة التانية لما يكون فيه concentrated load على مسافة أقل من ديع الاثنين من وش العمود. Otherwise critical section على بعد ديع الاثنين. ده كده أماكن critical section. طيب. تعال بقى نشوف كده في معلومة تانية الكود أله برضه. إيه هي؟ لو أنت واقف فوق العمود ده. أنا هفتح الصوت عشان برضه ممكن بقى ايه في اسمع ايه الردود بتاعتكم. لو أنت واقف على العمود ده ايه قيمة شير على الكاميرا؟ zero. بالضبط zero. طبيعي لو أنت عملت الكاميرا simple beam مثلا هنجد هنجد وكده. وجيت حطيت concentrated load فوق السببورت. هيدي الرياكشن عند السببورت دوت بنفس قيمة الconcentrated load والقاميرا والرياكشن بقى الناحية التانية عند السببورت التانية صفر طبعا. وارسم بقى الشير فورس زي جرام بقى الconcentrated load ده هتلاقي zero. لأن اللود بالسنس كده راح مباشرة للعمود. الكاميرا ما حسيتش بها. طيب لو أنت قريب 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 قوي من العمود. لو أنت وقف زي الحملة ده كده قريب من العمود. خلي بالك هنا الكاميرا احنا بتعامل مع حاجة مجسمة بقى يعني مش center line زي ما بتاخده في structure analysis كده line single line كده لا. ده هي لها dips. لها عمق. لها يعني حاجة مجسمة. اللود هيروح من من الحمل ده للكاميرا ازاي. هتلاقي ان اللود بيمشي بالشكل ده كده. تعال نرسمها مع بعض. highlight مثلا كده. هنلاقي ان هتلاقي ان فيه جزء من اللود بيروح ديركلي للعمود. وفيه جزء بينزل لتحت كده يعمل 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 فليكشر بقى ومومنتو القصة اللي احنا عارفنا. فيه جزء هيروح ديركلي للعمود كده يعني اتخلي لو أنت واقف فوق العمود بالزبط انت كل حملة بتاعك راح العمود. لو أنت فوق الكاميرا بس قريب منه فيه جزء نتيجة ان الكاميرا لها ديبس بيمشي كده بسترات ميل. في حاجة فينا الزرية في تصميم الخرصانة اسمها ستراتان تاي موديل. ممكن اتخذوها بعد كده. مش السنة دي ولا السنة اللي جاية. الستراتان تاي موديل بيعامل الخرصانة كما لو كانت تراص زي التراصز بتاعت السيل. الممبر اللي هو under compression بيسموه strut. s-t-r-u-t. والممبر اللي هو under tension بيسموه tie. فهو في الخرصانة اسمه ستراتان تاي موديل. فده سترات. السترات ده بينقل اللود ديركلي لعمود. وبالتالي فيه جزء من تأثيره على كاميرا بيقل. وبالتالي راح الكود قالي قال الشير ممكن اعمله reduction. في الحالة دي. بيعمل reduction ازاي? قالك for a اقل من اتنين d. لما يكون بعد الحملة مركز اقل من توايس الدبس بتاع الكاميرا. الشير فورس due to p is multiplied by a over 2d. يعني يحصل لها reduction. احنا الا اقل من اتنين d. هنا الا اقل من اتنين d. فالراشو دي اقل من واحد. فانت المتضرب في حاجة اقل من واحد يبقى الشير بيقل. فاذا هنا في حالة ان الحمل قريب اقل من اتنين d. من وش العمود. الشير فورس اللي ناتجة من الحمل المركز دوت. مش كل الشير فورس. يعني من الحمل ده بس. ممكن يكون في حمل تاني بعيد. انا بتكلم على الحمل القريب. ممكن اضربها في a over 2d اعملها reduction. ليه? لان فيه جزء من اللود. دايركلي ترانسفرد to the column. باي ايه? دايركت بيرين او بالسترات. الانكلاين استرات. دي كده. تالت قاعدة ناخدها النهاردة. تعال نشوف بها ايه? مسألة. ابليكيشن على القاعدة ديت. عندي كاميرا. اللي اسبان بتاعها تمانية متر. تمانية متر هنا. يعني من. والسنتر لاين للسنتر لاين. والكاميرا دي رستد على عمودين. العمود الواحد فيهم عرضه 0.4 متر. عليها يونفر ملوت 30 كيلو نيوتن للمتر. وعليها concentrated load 200 كيلو نيوتن. طبعا دا راكشن بتاع الكاميرا يعني. الكاميرا الساكندري. بيبعد 1.1 متر عن السنتر لاين. ومطلوب نحسب الشير فورس. نجيب الكريتيكال سيكشن طبعا. ونحسب الشير فورس. عند كل كريتيكال سيكشن. في الكاميرا دي. طيب. الاول نرسم. نجيب الشير فورس دي اجرام. الكاميرا دي. الاسبان بتاعها كام؟ اسبان بتاعها 8 متر. من اول السابورت دا. السابورت دا 8 متر. هنحلها مرتين. مرة due to the uniform load. ومرة due to the concentrated load. due to the uniform load. هيبقى عندي 30 كيلو نيوتن للمتر على الكاميرا اليونفورم. اعرف طبعا اجيب الرياكشن. وعرف اجيب الشير. الرياكشن WL على 2. طيب 30 في 8 على 2. يعني 30 في 4. يعني 120 كيلو نيوتن. وقدر ارسم الشير فورس دي اجرام. بالمنظر دا. يبتطلع ب120. بعد كينزل جراديوالي. لغاية لما يوصل هنا ل-120. ويرود بالرياكشن. دا الشير فورس دي اجرام. طيب. الكريتيكال سيكشن. في الكاميرا دي فين؟ على بعد دي على 2 ولا لا. الناحية الشمال هنا. على بعد دي على 2 لان الحمل المركز زي بعيد. يبقى هنا على بعد دي على 2. طيب الناحية اليمين. هنشوف هل المسافة بعد اللود عن وش العمود اقل من دي على 2 ولا لا. دي على 2 بكام. انا مديلك الكاميرا دي بساة 650 ملي. يعني ال-D. 0.65 متر. وخلي بالك. انا هنا بقول الدبس. مش بقول التي. يعني كل تعملاتنا هنا. لما قولك دي على 2. وعلى بعد دي. و2 دي. وكام دي. ومتكلم مع ال-Effective Dips. اللي هو التي ماينوس الكوفر. التي ناقص الخمسة سنتي. فهنا ال-D. 650. يعني 0.65. بقعد الحمل المركز زي. من وش العمود 0.9. المسافة دي. دي كده 0.9 متر. ال-0.9 ديت علاقتها ايه بال-D على 2.65. على 2.325. فهي اكبر منها. يبقى خلاص. يبقى الكريتكال سكشن على بقعد دي على 2. يعني اذا انا عندي في الكاميرا دي. الكريتكال سكشن للشير في ناحية الشمال. او الكريتكال سكشن للشير في ناحية اليمين. على بقعد دي على الاتنين من وش العمود. يعني على بقعد 0.325 من وش العمود. طيب. هاجي هنا اجيب الشير عند الكريتكال سكشن بالنسبة للكسة الاولينية. خليني نركز بس في ال-Uniform Load. في ال-Uniform Load. هطلع. هبعد دي على الاتنين من وش العمود. عشان اجيب الكريتكال سكشن ده. ده كده. على بقعد دي على الاتنين. طيب. على بقعد دي على الاتنين. يعني على بقعد أقدمني الـ centerline. من الـ centerline من هنا كده يبقى الأول ناخد نص عرض العمود اللي هو 0.2. وبعدك أطلق عنديها على الاتنين اللي هي .325 يبقى هنا 0.2 اللي هي .4 على الاتنين زائد .325 اللي هي .65 على الاتنين. نجيب مكان الـ critical section يبقى على بعد 0.52 متر من الـ centerline بتاع العمود. ونفس الطريقة هنا هيبقى برضو ناحية اليمين 0.52 متر من السابورت اللي هو السنتر العمود ده كده الكريتكال سكشن عايز بقى جيب الشير دوتو اليونفروم لود عنده سهلا تقدر تجيب الشير هنا؟ اه طبعا يعني تقدر تقول لي الشير على بعد 0.52 متر من السابورت ده اكيد هو 120 ناقص اليونفروم لود في الحتة دي الشير عند اي سكشن هو الرياكشن ناقص اليونفروم لود في بعد السكشن عن السابورت يعني بيساوي 120 ناقص 30 في 0.52 ده كده خلاص خلصنا جبنا الشير ديوتو اليونفروم لود تعالوا بنشوف اليونفروم لود لو نرسم الشير فورس زي جرام هيطلع عامل ازاي؟ هنجيب الرياكشن هنا والرياكشن هنا ونرسم الشير فورس زي جرام طلع ازاي؟ طلع الرياكشن هنا طبعا مش موري الستيبس طبعا في الرسم هنا لكن المتين كيلو نيوتن دينا ما تجيب لها الرياكشن هيطلع هنا يطلع 27.2 والرياكشن هنا 27.5 وهنا 172.5 مجموع الاتنين دول طبعا لازم يطلع مجموع الاتنين دول مجموع الاتنين دول يجب يساوي الكونسنتراتي اللوات 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 المتين كيلو نيوتن نرسم الشير فورس زي جرام الرياكشن اللي طالع 27.5 اطلع معاه وامشي كونستانت 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 لغاية لما ايابل اللوات اللي نازل انزل معاه هينزل لي متين متين من 27.5 يبقى انزل تحت بنيجاتيف 172.5 امشي يونيفورم بيها ارد بالرياكشن اللي هو 172.5 ده الشير فورس دياجرام طيب قيمة الشير عند الكريتيكال سكشن بكام تعالى نمسك السكشن اللي على الشمال الكريتيكال سكشن الاولاني اللي هو ده انزل كده بخط هطلع بكام برضو ب27.5 اللي هي قيمة الشير هنا كونستانت 27.5 طب وهنا ننزل هنا بخط هطلع كام برضو هطلع بنفس القيمة هنا كونستانت 172.5 فكده احنا جابنا الكريتيكال سكشن وجابنا قيمة الشير ديو اليونيفورم لود وديو الكونسنتريت لود عند الكريتيكال سكشن أجمعهم بقى لا استنى ما جمعش ليه ما جمعش لأن احنا عندنا كريتيريا قريب من السببورت ممكن الشير بتاعه ديو الكونسنتريت لود يعني الشير بتاعه عند السببورت القريب يقل يحصل له الريدكشن طب بالنسبة للسببورت البعيد لا مش يحصل هو يحصل للقريب بس طب الريدكشن 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 هو لا بنشوف هو بعده من وش العمود كام ونقارن ديات باتنين دي هنا بعده من وش العمود كام 0.9 الحمل المركز ده بعده من وش العمود 0.9 طيب اتنين ديب كام اتنين في 0.65 و1.3 طيب 0.9 اقل لو الاكبر من 1.3 اقل يبقى هو قريب يبقى كده الرئي الشير اللي هو ده 172 ونص دي كده يضرب في 0.9 على 1.3 لأي على 2 دي لأن اللود هنا اقرب من وش العمود وابعده اقل من 2 دي وبالتالي لازم يضرب في 0.9 على 1.3 ده الشير ده طب بالنسبة للشير البعيد بعد اللود ده عن وش العمود هنا ايه لأ طبعا ده حاجة ضخمة جدا تتكلم في 7 متر يعني رخم كبير جدا اكيد اكبر من 2 دي فمش هتعمل reduction تعال نشوف الخطوات ديت lift support a اللي هي 6 7 10 بعد اللود ده عن وش العمود تعال نبص من هنا ال اللود دوت هنا المسافة من support support 8 ناقص 0.4 يعني كام يعني 7 6 10 اطرح من 9 10 من هنا يبقى 6 17 10 أكبر 200 دي طبعا I don't have to check it يعني بال engineering sense طبعا خلاص ما فيش أي reduction لأن support بعيد جدا عن اللود وبالتالي share هنا ما فيش أي reduction اللي هو 27 ونوص ده مفيش reduction أجمع على طول على 140 يبقى share no share reduction due to P ultimate Q ultimate lift هي ساوي 114 وربعة من 10 اللي ونوص اللي هي due to concentrated يطلع 131 طيب right support المسافة A اللي هي 0.9 أصغر من 2D اللي هي 1.3 يبقى لازم في reduction لل share اللي هو 172 ونوص يبقى هنا عندي share due to P ultimate is reduced يبقى Q ultimate right هي 104 من 10 اللي هو due to uniform load زائد 172 مضروبة في 0.9 على 1.3 يطلع 232 و28 ده كده تطبيق على الحساب الشير force عند critical section هندخل بعد كده في مرحلة ال design أنا خلاص حسبت حددت مكان critical section وحسب الشير force عنده عايز بقى أصمم فبنعمل شوية حسابات كده هنتكلم عليها دلوقتي أول حاجة بنحسب حاجة اسمها nominal shear stress ده اللي هو بنسميه Q small ultimate ده بيساوي Q ultimate capital على B D يعني كان بقسم shear force على area بتاعة section طيب ده اسمه nominal shear stress أو بنوع على shear stress يعني Q ultimate على B D بنحسب بقى مقاومات الخرصانة للshear ultimate shear strength في عندي كزا حاجة في حاجة الأول الconcrete لوحدها وفي RC مع بعضها الconcrete لوحدها مقاومتها للshear في معادلتين معادلة نسميها QC ultimate C يعني concrete يعني QC ultimate uncracked وفي معادلة QC ultimate cracked إيه uncracked وcracked uncracked يعني قبل الخرصانة ما تشرخ دي مقاومة الخرصانة للshear قبل ما تشرخ وQC ultimate cracked مقاومة الخرصانة للshear بعد ما تشرخ المعادلة الأولانية point one six square root of FCU by gamma c gamma c طبعا بواحد ونص واليونت بتاعت FCU نيوتن على المليمتر square QC ultimate cracked هتسوي 0.12 جزر FCU على gamma c هتلاقي أقل شوية من Q uncracked يبقى عندي قيمتين لمقاومة الخرصانة للshear واحدة uncracked واحدة cracked RC بقى اللي هي الخرصانة المسلحة الحديد بخرصانة بكل على بعض وكده المقاومتها بنسميها Q ultimate maximum Q max Q ultimate maximum بتسوي 0.7 جزر FSU على gamma c على أقل مقاومتها تتعدى تتعدى الأربعة واربعة من عشرة نيوتن على المليمتر سكوير ما تزيدش عن أربعة واربعة من عشرة نيوتن على مليمتر سكوير ولو انت عايز غير ال 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 البديل لل ال البديل لها هو ال ال تحت ده ده كده بديل لل ال البديل تدخل بال FSU هنا وتطلع بـ Q Ultimate Maximum يعني مش مسهلة طبعا بس هو كود حاططها يعني انت عايز خرصانة مثلا 40 يبقى من ال 40 على طول ال Q Ultimate Maximum 3 أو 18 خرصانة 25 يبقى Q Ultimate Maximum 2 هي نفسها المعددة يعني وعند 60 Q Ultimate Maximum 4.4 فمعنى كده انك انت لو شغال بخرصانة طول ما هي أقل من 60 ميجا باسكال فانت الترم اللي هو نية 4.4 ده مش هتتعرض له يعني خلاص هو أكيد كل اللي هنا دول لو طبقت في المعادلة واضح من تطبيق المعادلة ان هي أقل من 4 أو 4 من 10 فانت مش محتاج ايه تتشك كده هتتشك على دائمة لما تكون عندك خرصانة High Strength بقى بتكلم في 80 و100 ودي طبعا مش common قوي يعني واحنا عادة بتتكلم في حدود من 30 ل40 أو 25 كمان ل40 في استخدام التقليدي في مصر فانت دائما بتبقى المعادلة دي متحقق فال4.4 ده ما بنتشهيك شعليه كده دي بس بنعرف شوية مسميات Shere Stress والShere Strength Shere Strength في عندي ثلاثة مرة تانية مقامة خرصانة قبل التشرخ Uncracked مقامة الخرصانة بعد التشرخ ومقامة الحديد والخرصانة اللي اتنين مع بعض اللي هي الماكسوم يعني تعال بقى ركز او في السلايد دي لان دي فيها طريقة الحل طريقة الدزاين كله هنا في السلايد بنعمل بنشوف الكيو بتاعتنا الكيو ألتمت بتاعتنا اللي هي الاسترس اللي الكيو ألتمت كابتل على بيف دي وبنحط الكيو سي ألتمت مقامة الخرصانة الأن كريت والكيو ألتمت ماكسوم ما قدام معينينا كده ونشوف الكيو بتاعتنا فيه ثلاث احتمالات يتيجي هنا على الشمال تبقى أقل من الكيو كونكريت أن كريت يتيجي في النص أكبر من الكيو سي أو مقامة الخرصانة وأقل من المقاومة الماكسموم اللي هي أقل من الكيو سي ألتمت لو أقل من مقاومة الخرصانة يعني الخرصانة لوحدها كده تشيل استرس أعلى من الشير من الشير استرس اللي عندي هتقدر تشيل أكتر من دوت يبقى الدنيا سيف زي الفل بس ماينفعش سيف دي وزي الفل دي ماينفعش لازم بفي عندي منيمم ويب رينفورس لازم المقاومة الخرصانة مش هتشرخ وعندي مقاومة الخرصانة أعلى من الشير استرس اللي عندي بس بس ممكن تشرخ لأي سبب آخر shrinkage أي حاجة drawing shrinkage أو أي سبب يخلي الخرصانة دي تشرخ لو هي شرخت بقى يبقى وقع مهبب ليه هيحصل صادم خلاص وبالتالي ساعتها ماقدرش يسيب الشرخ الشير ده من غير تسليح فبحط له المينموم يو لازم يو إلا بقى زي الرسمة اللي رسمناها في أول المحاضرة إن يحصل الشرخ وتم الخرصانة وقع على الناس لا هي تيجي طوع إلا هيمنع الكنات المينموم دي بقى فده الحالة الأول نروح بقى للحالة التانية إن هي أقل أكتر من مقاومة الخرصانة لكن أقل من مقاومة الحديد والخرصانة مع بعض أكتر من مقاومة الخرصانة لكن أقل من مقاومة الحديد والخرصانة مع بعض في الحالة ديت إبا لازم نحط كنات تقاوم لي الإيه الشير الزيادة دوت أحط كنات تقاوم لي الشير الزيادة دوت إيه الكنات اللي أحطها ديت أحطها تقاوم الQ دي أسميها QS Ultimate QS ليه لأنها الشير Stress اللي هو carried by Steel Reinforcement Q Steel Ultimate بيساوي الQ Ultimate ناقص الQC Ultimate اللي هي المقاومة الخرصانة اللي هي شالتها الخرصانة بتشيل شوية فأنا هطرح الشير لسترس الكلي ناقص الشير لسترس الخرصانة بتشيله والزيادة ده الحديد يشيله بس لما أطرح ما ترحش الQC Uncracked أطرح الQC Cracked ليه لأن الخرصانة شرخت فلما تشرخ مقاومتها بتقل فبقت بتشيل شوية بدلا ما بتشيل 0.16 جزر FSU على جامعة C بقت بتشيل 0.12 جزر FSU على جامعة C فمقاومتها بعد التشرخ قلت فلما أطرح مقاومة الخرصانة من الشير الكلي أطرح الكراج واللي هيتبقى ده هو ده اللي هيشيله الحديد وهنعرف هنصممه ازاي كمان شوية طب لو أنت عندك الكيو بتاعتك أكتر من Q Ultimate Maximum اللي هي أقصى مقاومة الحديد والخرصان مع بعض يشيلوها يعني الاتنين مع بعض كده ما يقدروا يشيلوا أكتر من الرقم ده طب وانت أكتر منهم طب ما خلاص ما ينفعش يعني بأنت كده بتقول الحديد والخرصان مع بعض بيشيلو مثلا 20 مثلا 20 وانت عندك الشئير اللي جاي لك 50 طب هتعملها ازاي الحل اللي بقى بتاعها اللي 20 دي ما تقدرش تزيد دي استحالة تزيد الحل ان الخمسين تقل اقللها ازاي ان انا اعمل redimensioning ان انا ابتدي ازود الديبس ازود العرض ازود اغير ابعد القطاع فلما اغيرها بعد القطاع 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 ترجع تدخل في الزون اللي في النص ديت انها تبقى قل من القطاع ماكسيوم احط لها حديد ساعت لكن طول ما هي قطاع ماكسيوم مقدرش ان اصمم القطاع ده القطاع ده بيبقى بريتل وما ينفعش يتصمم طيب تعال نبص كده على الكاميرا اللي قدام لدي الكاميرا ديت عبارة عن ده الشير فورس دي جرام بتاع نا خلينا نقول الشير ستريس دي جرام مفيش مشكل يعني هو شير فورس اقسم على بيف دي بقى شير ستريس دي جرام هنا الخط ده يدي قمته QC Ultimate Uncrack الساهم ده والساهم ده طبعا زيه والدنيا متمثلة skew symmetry يعني بس يعني زي بعض يعني فهنا ده QC Ultimate Uncrack المنطقة اللي هنا اللي في المثلث الصغير ده الاستريس فيها اقل ولا اكتر من QC Ultimate Uncrack اكيد اقل كل ده اقل من QC Ultimate يبقى المنطقة دي كلها تقضع لمين هنا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة انا اعملوكو اميوت يعني ممكن تجو واحد ولا ثلاثة واحد بالزبط يبقى ده تقضع لواحد يبقى تتحطي لها minimum web reinforcement وده منطقي يعني منطقي جدا ان المنطقة اللي في نص الكاميرا اللي الحتة من اول هنا لغاية هنا بتاخد المفاشر قليل يعني بتاخد المين عشان كده دلوقتي ان المنطقة الشير فيها قليل والشير سيف اللي هو اقل من QC ultimate uncreak طيب شمال الخط ده الشير ماله اكتر من QC ultimate uncreak يبقى في انا منطقة هنا واحد ولا اتنين اكيد في اتنين يبقى بطيقى احط تقنات بس بيبقى بيبقى انه مش اكتر من QAlt فهنا هيبقى اكتر من QC ultimate وطبعا اقل من QAlt maximum فهيتحطله هنا كنات والمنطقة ديت هيتتصمم على كنات كنات تتصمم علي تتصمم على QAlt ناقص QC ultimate crack فهنا شايفين الخط الافقي ده ده قيمة QC ultimate crack اطراحه من QAlt فيبقى الخطوط الحامرة دي دي المنطقة اللي هصمم عليها ال A الشير طبعا انا مش هصمم على مش همشي حتة حتة انا همسك اقصى واحدة فيها اقصى قيمة في المنطقة دي هصمم عليها القيمة ديت اللي هي القيمة ديت اللي هي بتساوي اللي هي عن دي دي على اتنين من وش العم يعني خلاص الشكل دوت يعني عشان برضو مايبقاش الدنيا كومبلكات او انا بس بحاول افاهمك ايه الوضع الوضع ان في المنطقة اللي في النص ديت ال Q في اقل من Q C ultimate وبالتالي بتحطيلها المنمم والمنطقة اللي شمال Q ultimate ديت بتاخد بتصمم على الشير critical اللي هو على بوعد دي على الاثنين من وش العم طيب اول ما الفايل يحصل له conversion هدخل هعمل session جديدة